السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث لكم عن انطباعي للنسخة التجربية الثالثة iOS 14.2 في نهاية مثل ما نرى F يعني نتوقع انه ستطول يمكن الشهر الغادية ستكون مع ايفون 12 فبرو و 12 فمني المتوقع لأسبوع هذا او بالكثير لأسبوع هذا سينزل iOS 14.1 للكل مع ايفون الجديد اللي رح تنزل اللي هي الايفون 12 والـ 12 فبرو iOS 14.2 رح ينزل عليها قبل هذه النسخة النسخة هذه ثابتة ما فيه اي شي بالنسبة لي النسخة الثانية كانت عندي مشاكل وتكلمت لكم عنها الان كدش يشتغل واتساب يشتغل حرارة الجهاز خفت بكثير من النسخة اللي راحت اشياء كل شي فيها ممتاز قبل يومين تقريبا صار التويتر ما يفتح عندي مادرش السالفة رح ترسلت الشركة على البرنامج الفيدباك حقها هذا هو البرنامج وطلع بعدين اصلا سوفتيرات نفسها تويتر طائحة فرجعت هدفت الكلام اللي رسلتها لحق الشركة ان اعدلوا في النسخة انها كانت عندي توقعت انها مشكلة في الجهاز عندي فالحمدالله حين النسخة كل شغالة ممتازة ما فيها اي شي ما فيها تعليق شغالة ممتازة بس مدري للشركة رح تتطول توقعنا رح تكمل على الـ iOS 14.2 حق الكل وهذه مع الإيموجي الجدد رح تنزل مع النسخة الـ 14.2 ممكن على نوفمبر رح نشوف قدام هذا كل شي ثبات ثبات في شي لا بطارية ممتازة ما فيها اي شي يعني بطارية حقتي شوي نزلت ثمانية ثمانية لكن كاستخدام ما فيه اي شي يعطيني يوم بالراحة مثل ما نشوف استخدام سبع ساعات وشوي لو نرجع هنا يوم الاثنين الراح عطاني سبع ساعات وخمس وخمسين هنا أعطاني خمس ساعات وشوي سكرين أوف تايم أعطاني ثمان ساعات مثل ما نشوف كم هذا الايام اللي راحت الجمعة اللي راحت شوفوا كم السبت واليوم الأحد اليوم تاوه مطول أربع لأسر راح نحن عندنا فيعتبر ممتاز النسخة بطارية ممتازة كل شي فيها ممتاز على الايفون 11 وبرو ميكس نشوف قدام شو بتسوي أبل ونشوف هل بتنزل النسخة رابعة مئة في المئة رح تنزل النسخة رابعة بمعنى الآن نسخة للآن نشوف قدام متى راح توصل للآ هل بيحطهم في ميزات زيادة ولا لا نشوف قدام ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالغناة واشتراك في حسابي سناب شات تشرف بأضافتكم وعمل لا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم